السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف الثالث مادة الرياضيات والوحدة الثامنة وحدة جمع البيانات وتمثيلها سوف نتعرف على وحدة جمع البيانات وهي الوحدة الثامنة جمع البيانات وتمثيلها حيث أن وحدة جمع البيانات تتحدث عن جمع البيانات وتنظيمها وطرق جمع البيانات وتمثيل البيانات لنتعرف على الدرس الأول وعنوانهم جمع البيانات وتنظيمها جمع البيانات قبل أن ندخل في الدرس يجب علينا أن نفهم يجب علينا أن نفهم المقصود في كلمة البيانات وتنظيمها البيانات وتعني وهي المعلومات التي نحصل عليها حول إحصاء شيء معين وهي جمع معلومات عن شيء معين البيانات وهي تعني المعلومات التي نحصل عليها حول إحصاء شيء معين أو جمع المعلومات عن شيء معين تمام؟ ونعبر عن البيانات التي نحصل عليها عن طريق ماذا الإشارات نعبر عن البيانات التي نحصل عليها عن طريق الإشارات إشارات والإشارات ماذا نفعل بهذه الإشارات نضعها يتالت في جدول نضع الإشارات في جدول ويسمى هذا الجدول جدول الإشارات لسهولة التعامل مع البيانات لنقرأ السؤال الأول أو المثال الأول سأل معلم الرياضيات طلبت الصف الثالث عن أحد أنواع الفواكع التي يفضلها كل طالب من بين الأنواع الآتية عناب موز رمان فكانت إجابتهم كما يأتي هلأ إحنا عنا طلاب مثلكم طلاب الصف الثالث كل طالب سأل الثاني عن أنواع الفواكع اللي بيحبها وحدد أنواع الفواكع هلأ العناب أنواع الفواكع عناب موز رمان كانت إجابتهم كما يأتي كما نرى عنا موز عناب رمان هلأ بعد الإحصائيات حطينا بجدول كم عدد الطلاب الذين يحبون الموز والذي يحب الرمان والذي يحب العنب صفحة 87 وضعت أنواع الفواكع في ثلاث مجموعات عنا كم نوع فواكع ثلاث أنواع إذن ثلاث مجموعات عناب موز رمان مجموعة العناب الموز الرمان هلأ عدينا الطلاب اللي بيحبوا العنب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن سبعة أشخاص من الطلاب اللي بيحبوا العنب الموز عديناهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إحدى عشر طالب بيحب الموز الرمان نعدهم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن طلاب بيحبوا الرمان هلأ يا ثالث عدينا الطلاب اللي بيحبوا نوع معين من كل فاكهة وقسمنا الفاكهة حسب عدد لمجموعات عنا العنب مجموعة الموز مجموعة الرمان مجموعة إذن المعلومات التي نحصيها أو اللي بنجمحها إحصائها تسمى بيانات حدد العدد من كل نوع من أنواع الفاكهة التي يفضلها الطلبة هلأ العناب سبع طلاب الموز إحداش الرمان تمانية تسمى المعلومات التي حصل عليها الطلبة حول أنواع الفاكهة بيانات كما قلنا المعلومات وهي بيانات نحصل عليها هي المعلومات وهي البيانات حول إحصاء شيء معين أو شيء مميز أو معين نحصي العدد فيها تمام لسهولة التعامل مع البيانات نظمها المعلوم في الجدول الآتي زي ما قلت لكم ثالث أنه حتى ما نتخربط وما نكون معجوئين بدنا نحطها بجدول يسمى جدول الإشارات بدنا نحطها بجدول بدنا نحط نوع الفاكهة والإشارات يعني بدنا نعبر عن رقم واحد بشحطة مثل هيك رقم اتنين شحطة مثل هيك تمام اسمها إشارة بإشارة إذن نوع الفاكهة العدد طلع عنا سبعة صح ولا لا سبعة هون نحط سبعة وبدنا نمثلها بالإشارات واحد اتنين ثلاث أربعة الخامسة نعملها هيك بالعرض واحد اتنين ثلاث أربعة الخامسة بالعرض ونكمل ستة سبعة تمام هاي العنب الموز 11 11 1 2 3 4 الخامسة لازم تيجي بالعرض هيك هاي مجموعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة العشرة هيك يعني هون خمسة وهون خمسة بس دائما الخامسة بتيجي بالعرض 11 بتيجي لحالة واحدة بعد العشرة كمان واحد بصيروا 11 الرمانط تمانية 1 2 3 4 الخامسة وننا بتيجي بالعرض 6 7 8 تمامية ثالث لنكمل ترجمة نانسي قنقر